الست محاضرات بتوع ابريل دول كانوا 30 درجة انما الست محاضرات اللي جايين بتوع مايو اللي احنا فيهم دول 50 درجة دول فيهم القراءة المتحررة البعبع البعبع التاني ما احنا عندنا اتنين بعبعين النصوص المتحررة خلصناها والقراءة المتحررة وعندنا التعبير عن نظام الجديد الاخطاء النحوية اللي بيشتغل عليها وعلامات الترقيم والحاجات اللي انتم قلقانين منها كل ده هنعالجوا وكل ده هنشتغلوا في المحاضرات وعندنا الوحش النحو كمان ده النحو ده فرع ربع المادة فانت تبص تلقي مجموعة 3 فروع دول 50 درجة الست محاضرات الجايين 50 درجة الست محاضرات الجايين يعني عينك في قصة راسك عشان تقدر توصل للخمسين والست محاضرات دول مفتوحين بتوع 4 زي ما هم الناس المشتركة معايا هتفضل تتفرج على المحاضرات دي لحد نهاية السنة مش من طبع اللي انا بقى في المحاضرات انا ما قفلتش محاضرات الشرحة من اول السنة عشان اقفل المحاضرات المراجعة كل طالب اشترك في محاضرة مهما كانت منها قليل زيادة بتفرقش معايا انت اشتركت في محاضرة فالموضوع منتهي المحاضرة متاحة معك لحد اخر السنة لحد ما تخرج من امتحانك واسبها بعد امتحانك كمان ومبدأ السنة الجديدة اشير المحاضرات ده الجزء اللي احنا نمشي فيه الفترة الجاية يبقى الفترة الجاية ست محاضرات هيكون نصيب الاسد في الست محاضرات ثلاث فروع كل الناس بتستناهم البعبع التاني بس البعبع صغير مش كبير لا والله ده القراءة المتحررة بعبع كبير اوى عم كاريه لا بعبع صغير خالص وحوريك ان هو بعبع صغير وهوريك ان هو ولا ولا يهمك اي حاجة ولا يهمك اي حاجة فيه ان شاء الله كله هيبقى تمام وعندنا التعبير بس التعبير بقى بالنظام الجديد ده انا بشوف اخطاء نحوية وبشوف علامات ترقيم وبشوف حاجات غريبة كده مستر والتعبير الصحيح ويجيب لتعبيرات وعندما تريد ان تعبر عن جملة مش عارفين فتكون الجملة الصحيحة ما تقلاش بالكلام ده خالص كل الكلام ده هنعالجه مع بعض طيب والنحو هوريك النحو عن نظام الجديد وهوريك النحو انت بتختار ازاي وكل نقطة احنا هنقولها مع بعض وهنشرحها القاعدة عشان الناس اللي عاوزة النحو من الاول زي ما انا شرحت وطبقت في الست محاضرات بتوع شهر اربعة برضو انا هشرح وهطبق في الست محاضرات بتوع شهر الخامسة محدش يقلق كل اللي انا عاوزه منكم الهدوء الموضوع احنا بنتعب وبنعمل علينا وبنعمل جهد في المحاضرات وما بنهملش في المحاضرة ولا احنا بنختصر في المحاضرة ولا انا بحل واقول لك راجع وحضر معايا انا سواء انت حضرت او انت ما حضرتش فالموضوع بيبقى بالنسبة لك بسيط وسهل لان انا بشرح من الاول انا بحل